شكر رئيس الاتحاد الدولي لكرة الغدام جياني الفنتينو في مؤتمر صحفي دولة قطر على تقديم النسخة الأفضل على الإطلاق حيث شهد المونديال نجاحا على كل الأصعدة وفرصة للجماهي للتعرف على الثقافة العربية كما لاقت البطولة نجاحا جماهيريا كبيرا وأشار الفنتينو أن إرادات البطولة بلغت سبع مليارات ونصف مليار دولار بزيادة قدرها مليار دولار عن النسخة السابقة من المونديال في روسيا 2018 وعكاس العالم 2026 وضح بأن الفيفا تريد الحفاظ على تشكيل المجموعات من أربع فرق وذلك للحفاظ على متعة وإثارة الدول الأول وشهد مونديال قطر حضور فائق بل فاقة ثلاثة ملايين شخص في الملاعب كما تم تسجيل أكبر نسبة حضور جماهيري في لقاء الأرجنتين والمكسيك وكان حوالي 88 ألف متفرج